الإختيار لتعليل المختار للإمام الموصلي رحمه الله تعالى مستحبات الوضوء ويستحب في الوضوء النية والترتيب والتيامن ومصح الرقبة مستحبات الوضوء قال ويستحب في الوضوء النية والترتيب ليقع قربة وليخرج أن عهدت الفرض بالإجماع وكذا يستحب الموالاة وهو أن لا يشتغل بين أفعال الوضوء بغيرها وليس ذلك بفرض لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا الآية من غير اشتراتها ولأنه ذكر بحرف الواوي وإنها للجمع بإجماع أئمة النحو واللغة نقلا عن السيرافي والزيادة على النص نسخ ولا يجوز نسخ الكتاب بالخبر لأنه راجح وقيل إنهما سنتان وهو الأصح لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليهما والتيامن لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله يحب التيامن في كل شيء حتى التنعل والترجل ويقره أن يستعين في وضوئه بغيره إلا عند العجز ليكون أعظم لثوابه وأخلص لعبادته ويصلي بوضوء واحد ما شاء من الفرائد والنوافل لأنه صلى الله عليه وسلم صلى يوم الخندق أربع صلوات بوضوء واحد شكرا شكرا